ونهاركم يكون أسعد لأيام أهلا وسهلا بكم ستة وسبعة وربعين دقيقة برشة نيس يسمعوا فينا وهما خارج تونس برشة من مواطنين في مختلف البلدين من الكرة الأرضية هما بالذات إن شاء الله يكونوا بخير وإن شاء الله موافقين في الأماكن متاع الإقامة متاحهم وما تصوروش قديش كيتبعتونا المساجات نفرحوا بيهم وخاصة كيتقولوا لليداع الوطنية هي همزة الوصل بينكم وبين البلاد هي بالغنية التونسية ترجعكم للذكريات هي اللي تخليكم ديما تعرفوا أخبار تونس وتبعوا المستجدات هذي يشرفنا ويسعدون نحن نحكي عليكم أنتم اللي البرة نقدمو لكم بلاغيهم الشركة التونسية للملاحة الشركة التونسية للملاحة اللي بعثت خط بحري جديد يربط بين موانئ حلق الويت وليفورنو وساليرنو بإيطاليا هو الحقيقة مش تكون الخطوط هذية لنقل المجرورات والحاويات والسيارات والبضاء المختلفة بمعدل سفرة واحدة في الأسبوع هذي وفق البلاغ لزر البارحة شركة تونسية للملاحة افتتاح الخطوط هذية كان نهار 3 عشية فما ضبط متع برنامش كامل للرحلات الانطلاق من ميناء حلق الويت نهار سبت في الستمتع الصباح الوصول إلى ميناء ليفورنو يكون نهار الاثنين في الستمتع الصباح وبالنسبة لساليرنو نهار 3 في الستمتع الصباح الوصول إلى ميناء رادس يوم الخميس في السادسة صباحا اتلاق الخط هذية يجي في إطار تطوير الشركة تونسية للملاحة لدورها خاصة في مجال نقل البضاء وفتح أفاق خدمتين مت نوعا إضافة لإيصال البضاءة متع الحرفة إلى الموانئ الإيطالية عبر ميناء حلق الويت وأيضا في إطار تعزيز تموقع الشركة في السوق مش يفتح الخط هذية أفاق جديدة للمصادرين والموردين التوينسة وغير التوينسة مش يطوروا الأنشطة متاحهم على السوق التونسية الإيطالية هذه هي أخبار من الأخبار الإيجابية في تونس على مستوى العالم أثناش دولة أوروبية تعترف بفلسطين بعد التحاق إسبانيا إيلندا والنرويج يظهر للعالم بدا يفهم وبدأ يتجه نحو إنصاف هذه القضية الإنسانية القضية الفلسطينية تويزمني نسكت هكذا يقول يعطي في إشارة سيد المخرج مغادي لأنه مش نخلي المجال الفيروس اخترنا لكم هذا الكوكتيل اللي وصلنا لأخبار السبعة اشتركوا في القناة